محمد يعني عايزة ابتدي معاك عن المنافسة المنافسة الموسم ده على لقب الدوري شايفها زي؟ أنا بس عايزة قبل ما أتكلم أعزي دكتور خالد حمودة رئيسية حد الأسبق في وفاة زوجته المغفور لها بإذن الله وربنا يعني يرحمها ويغفر لها ويصبره إن شاء الله وهو هو الأسرة الكريمة يا رب فده كان واجب يعني علينا رجل من الناس اللي هي فضلة على الهندبول وليه مفضلة عليها شخصي سواء في التدريب أو حتى ما كان رئيس الاتحاد فواجب بس مننا أعزي الأول على الهواء ويرحمها بالنسبة للمنافسة طبعا المنافسة شرسة جدا من بداية الدوري ودوري طويل السنة دي الدوري عدى بكذا مرحلة احنا في المرحلة الأخيرة منه نلعب الفاينال فور دلوقتي لعبنا نص الفاينال فور أو المجمعة الأولى للأسف فريق طلع الجيش محلفناش للتوفيق لكن قدمنا عروض قوية النتاج مش حسن حاجة لكن الأداء كان في بعض الأوقات كويس وده بيرجع طبعا لعدة أسباب منها يعني من الخبرة ومستوى الأعمار عندنا في الفرقة منخفض شوية وضفل بعض الإصابات اللي واجهتنا في بداية السيزن وحد دلوقتي فطبعا أحب برضه أشكر زمالي وأشكر الجهاز الفني وكل الناس اللي يطلع على الجيش على المجهود وإن شاء الله نكمل في المجمعات الجاية وإن شاء الله يبقى لنا حظة أوفر ونعمل نتاج أفضل إن شاء الله يعني فيه ظروف هي حالة عن أن أنتوا تبقوا مستمرين المرحلة الأخيرة طيب أنا عايز أسألك عن رأيك في نظام دوري كرت اليد الموسم ده اللي هو كان على ثلاث مراحل إيه رأيك في النظام؟ والله أنا شايفه بنسبة لي نظام كويس جدا ليه لإني بيزود عدد المباريات اللي اللي لعيب بلعبها في السنة طول الوقت فيه احتكاك بينك وبين الفرق القريبة منك في المستوى يعني مثلا أنا سأريم مثال السنة دي اللي لعبنا زماليك أربع مرات الأهل زماليك لعبوا مع بعض خمس أو ست مرات اللي بلعب سبورتنج الفرقة القريبة مننا أو بتنفسنا ده مع المركز الثالث كذا مرة هي دي المباريات اللي بتصنع اللاعب أو بتعلي مستوى اللعيب وبتبين الأخطاء أو نقطة ضعف اللي عند الفرقة أو عند اللعيب فشايف إن الدوري فيه ناس بتنتقدوا إن هو يعني ممطوط أو بيزود فيه لكن لا أنا شايفها إن هي مراحل في كل مرحلة إن الدوري بيديك فرصة إن أنت لو موفقتش في المرحلة كنتيجة عامة لكن قدرت توصل للمرحلة اللي بعدها أنت عندك فرصة تانية إن تبدأ من جديد تزبط أوضاعك وتبدأ من أول وجديد فلا أنا شايفه تمام وإن شاء الله الجاية أفضل يعني يعني هم شايفين إن الوقت بتاعه كبير ولا ما فهمتش يعني إيه ممطوط مش هقول لحضراتك إحنا الأول إحنا الدوري السنية 18 فريق لعبنا المرحلة الأولى الفرق كلها لعبت بعض دوري من دور واحد يعني 17 مجرات بعد كده طلع من 17 فريق دول خدنا أول 8 أول 8 من 18 بنتائج المرتبط يعني المرتبط 2002 و2004 بتتحسب نتائجهم مع الفريق الكبير مع الفريق الأول بنقطة اعتبارية تمام خلص من الدور الأول ده بالنتائج المرتبط 8 فرق اتصنفوا 8 فرق دول لعبوا بعض رايح جاي تاني ماتش على أرضك وماتش على أرض الخصب بعد كده زي تصفيات بالزبط بعد كده طلع منهم أربع فرق اللي هم الفاينال فور اللي هم الأربع اللي فوق يلعبوا مع بعض مجمعتين خلص منها مجمعة وإن شاء الله في مجمعة في آخر الشهر إن شاء الله طيب يعني أنا شايف أن في قوة يعني كل ما بتصفي كل ما يعني بتاخد الأقوى يعني بتطلع للمرحلة اللي بعدها وده فار جدا ممتاز وكمان غير إن انت كل ما بتصفي بتطلع لأقوى حتى لو انت مثلا كنت في المرحلة الأولى طلعت مثلا سابع أو سادس لعبت كل الفرق بلزبط انت عندك فرصة تانية عدد مباريات رايح جاي انت تقدر تعود حتى لو في المرحلة الأولية اللي هي في التصفيات من 18 فريق ل8 فرق انت تعود طيب طلعت من 8-3-4 عندك فرصة انت لو كسبت في المجمعتين تاخد دوري عادي جدا فهي زي ما بيديك بيدي عدل في التصنيف في البداية كمان بيدي للفرق اللي طلع بتصنيف أقل فرصة في المرحلة بعدها ان انت تبدأ بنقوله جديد ممكن عندك فرصة ده بيخليك ان انت طول الوقت انك عدت راك انه طول الوقت بنافس مبقاش خلاص فقدت فكرة ان انا نفس على اللق يعني انت مش مع النظام او نيرج اي فيه ناس بيطالب بيرجوع النظام القديم بالزبط لا ده انا شايفه نظام فر جدا حتى يعني احنا المجمعة الاولى انتهت ايه ناس كتير تقول ان الموضوع تحسم لا الموضوع الاسه ما تحسمش لأي حد حتى المجمعة الجاية دي لو الاهل يكسب كله مبارياته الاهل هيبقى بطل الدوري لو الزمالك تعثر في اي مباراة او الزمالك كسب كله مبارياته هيكسب الدوري احنا كفري الجيش لو كسبنا مطشين من الثلاثة ممكن نحصو على المركز الثالث سبورتنج نفس القصة لو كسب مبارياتين فالموضوع لسه يعني ما فيش حاجة تحسم ما فيش ولا مركز تحسم فيه ناس اقرب من ناس لكن المباريات القادمة هي اللي هتحسم الأمور لسه المجمعة الاخيرة هي اللي هيتبين بطل الدوري هتبين الترتيب من الاول للرابع